موسيقى اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن توزن لهب طبعا في مقطعنا لليوم رح نتكلم عن الغاز وإستر ايجز وإشارات سلسلة ردد ريدمشن في عالم جي تي اي في بكل بساطة رح نتكلم على الإشارات والألغاز اللي خاصة بريدد ريدمشن في عالم جي تي اي في فتعالوا سويا نخش في المقطع أولا خلونا نتكلم عن عنوان المقطع جاك مورستين زي ما تعرفون من الشخصيات الأساسية في الجزء الأول والجزء الثاني لسلسلة ردد ريدمشن وجاك مورستين تمت الإشارة إليه في لعبة جي تي اي في بشكل مباشر وبشكل واضح طبعا رح تحصل الإشارة لجاك مورستين في بيت فرانكلين الفخم وفي البيت وتحديدا في مكتبة المنزل رح تحصل كتاب اسمه ردد بنغوسين الموت الأحمر ومؤلف الكتاب هو جي مورستين طبعا الجي هو غالبا اختصار إلى اسم معين لكن اختصار لمين طبعا هنا عندنا عدة احتمالات ممكن يكون جون مورستين ممكن يكون جاك مورستين أو ممكن يكون شخص مختلف تماما اسمه جي يعني ممكن يكون ابن جاك أو حفيدو أو حاجة زي كذا لكن من وجهة نظري أنا صراحة أختار جاك مورستين حيث أن حرف الجي هو اختصار إلى اسم جاك وعندي عدة أدلة على هذا الموضوع أول دليل أن جون مورستين أبدا أبدا ما كان مهتم بالقراءة والكتابة وتأليف الكتب ونوعا ما كان غير متعلم ثانيا جاك مورستين في الجهة الأخرى كان مهووس بالقراءة والكتابة والكتب بشكل عام وهذا يزيد احتمالية أنه ممكن ألف كتاب ردد اللي شفناه في بيت فرانكلين فممكن جاك مورستين لما كبر قرر أنه ما يستمر في حياة الإجرام وما يمشي في نفس طريق أبوه لذلك هو قرر أنه يألف كتاب ويبدأ مسيرة في تأليف الكتب وغيرها طيب إيش تتوقعون محتوى الكتاب يا لهبيين؟ أنا صراحة زي ما يقولون الكتاب واضح من عنوانه أنا أشوف أن محتوى الكتاب رح يكون عن تاريخ العصابة الأسطوري من الألف للياء وعن أحداث رديد رديمشن 2 وريديد رديمشن 1 طبعا رح يتكلم عن تاريخ العصابة مع بعض التعديلات والتحسينات والمكياج لسلبيات العصابة العديدة جدا ولا إيش رأيكم يا لهبيين؟ طيب خلونا نخش في إشارات لعبة رديد رديمشن في عالم جي تي اي في أولا رح نبدأ بالبسيط في أحد لوحات المزارع رح تحصل هذه اللوحة وزي ما تشوفون مكتوب كلمة رد ولو تلاحفون أيضا الخط اللي في اللوحة هو نفس الخط اللي كتبت بها رديد رديمشن في الجزئين زي ما تشوفون وعلى نفس الشاكلة في أحد المقاهي اسم المقهى هو كافة رديمشن زي ما تشوفون وهذا نوعا ما في له إشارة للعبة رديد رديمشن 2 و 1 طيب خلونا نخش في الشخصيات على طار الشخصيات أحد أبطال لعبة جي تي اي في هو مايكل دي سانتا وفي رديد رديمشن الجزء الأول في شخصية اسمها كابتن فينسينت دي سانتا وهو شخص عسكري درجة أولى وأحد ركائز الجيش المكسيكي فهل هناك صلة بين الشخصيتين خصوصا إنه كلاهما ينتهي اسمه بدي سانتا فينسين دي سانتا و مايكل دي سانتا طيب تعرفون إنه خافيير اسكويلة ظهر فعلا في جي تي اي في ولا لا تعرفون أنا لا يا لهبيين تعالوا أوريكم أولا خلونا نسمع صوت خافيير اسكويلة أولا بعض الشخصي قد أردت في الجزء قد 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 رأيضا قد 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 رأيضا بسرع شخصي أعتقد أنهم محطة جدا وما؟ أخبروني أخبروني قد 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 رأيضا بسرقه بسرعة ومعاهم بسرقه في المرحلة بسرعاً كذلك بسرعاً إنه بسرعاً خافير اسكويلا ظهر في أحد المهمات الرئيسية في جي تي اي في وتحديدا في مهمة خاصة بتريفر و رون وخافير رح يكون هذا الشخص مكان فرق لهم جدا ثورة تتخلق أهو جدا لدينا لأسفك إمجرال بو إجراء معدهم إشهر معي لنا هكذا نعم لدينا تحديدنا على ما يح لن يعرف هذه مجحبت سعيدة لكي بإمجراء ولكن الواقع يضع بشكله نحن السننتى we لحظي الجزء أحيانا إجلت تعلم خلق أو في الخصوة قالت أنه رحالي زي ما شفتوا واضح جدا انه ابن سكويلا خفير الصوت جدا جدا متشابه وايضا حركات الجسد نفس حركات خفير سكويلا وليش رايكم طيب بالنسبة للاشارة اللي بعدها رح تكون اشارة جدا قوية في الجزء الاول من ردد ريدمشن في شجرة معروفة جدا الى وهي شجرة الجماجم وشجرة الجماجم ايضا ظهرت في جيتي اي في زي ما تشوفون نفس الشجرة بالضبط ونفس التفاصيل ونفس الجذوع على الجار زي ما تشوفون فما اتوقع في اشارة لردد ريدمشن او سلسلة ردد ريدمشن اكثر من كذا اشارة شجرة الجماجم ظهرت في ريدد ريدمشن وايضا ظهرت في جيتي اي في طيب اللي بعده في احد مهمات جيتي اي في وتحديدا في مهمة اسمها داديز ليتل قير وفيها مايكل دي سنتا ياخذ ابنه جيمي الى الشاطع عشان يتسابقون بالدراجات الهوائية طبعا الامر الرهيب جدا انه الشخص اللي يأجر الدراجات لابس تي شيرت احمر وعلى تي شيرت صورة جون مورستين زي ما تشوفون طيب اللي بعده في احد الحواري في جيتي اي في رح تحصل هذه الصورة الاسطورية جدا طبعا هذه الصورة حولها العديد من النظريات الكثيرة اولا واضح جدا انه الشخص كابوي راكب على احصان معين على ضوء القمر الخافت طيب سؤالنا هل هذا الشخص هو جون مورستين ولا ارثر مورغين من رأيه انا صراحة اشوف انه ارثر مورغين لانه تفاصيل الجسم نوعا ما تنطبق على جسد ارثر مورغين وايضا ارثر مورغين كان دائما يسوي هذه الوقفة على الحصان زي ما تشوفون فشاركوني اراءكم هل هو جون ولا ارثر ولا غيرهم طيب اذا هذه الصورة كانت فعلا ارثر مورغين فانه لعبة جي تي اي في تنبأت ببطل لعبة ريدد ريدمشن 2 اللي هو ارثر مورغين لكن لو طلع جون مورستين فهي غالبا استر ايغ لريدد ريدمشن الجزء الاول ولجون مورستين تحديدا طيب في مقطع سابق تكلمنا عن هذا الشخص وانه طلع في جي تي اي في وبعدها طلع في ريدد ريدمشن 2 الموضوع الجديد حوله انه ايضا ظهر في الجزء الاول من اللعبة وتحديدا في انديد نايتمير تحديد نايتمير تحديد نايتمير احسن شخصوه ايان إذن جون المهايط ظهر في Red Dead Redemption On Dead Nightmare وبعدها ظهر في Red Dead Redemption 2 والآن ظهر في GTA V ثلاث مرات في ثلاث ألعاب لشركة روكستار طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن إيش أفضل إشارة عجبتكم بالنسبة لي أنا صراحة شجرة الجماجم طيب بكذا أستنى معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة